تمديد الهدنة يدخل حيز التنفيذ في اليمن بعد موافقة أطراف الصراع على مقترح الأمم المتحدة بتجديد الهدنة الحالية المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جراندبرغ أعلن في بيان صحفي هذا التمديد بشروط الهدنة الأصلية نفسها أمر يراه مراقبون فرصة جديدة لتحقيق مكاسب إنسانية وسياسية تعذر تحقيقها خلال الشهرين الماضيين لم يستطع المبعوث الأممي تحقيق اختراق بالنسبة لملف حصار تعز وبحيث أن تطبق بنود الهدنة كاملة لكنه حاول أن يخرج بموافقة من الطرفين لتجديد الهدنة على أساسا الطرفين قد وافقوا عليها على أمل أن يدخل ملف حصار تعز في قولات من المشاورات القادمة يؤمل منها بأن يفك حصار تعز وأن يخرج بتوليف نوعا ما تحظى برضاء الطرفين هدنة الشهرين التي أعلنتها الأمم المتحدة في مطلع شهر إبريل الماضي أفضت إلى فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية بعد توقف دام ست سنوات وسمحت بإدخال سفن النفط إلى ميناء الحديدة لكنها لم تفضي إلى اتفاق بشأن رفع الحصار عن مدينة تعز نتمنى فتح الطرقات فتح المعابر لكي يستطيع الناس الخروج والدخول إلى الحاوبان وإلى خارج محافظة تعز لا استفدنا منها ولا حاجة قالوا يفتحون طريق الحاوبان قالوا يأمنوا الوضع قالوا يخفضوا أسعار ولا استفدنا من الهدنة حاجة طبعا فتحونا مطار صنعاء فقط لغير نأمل من الهدنة الجديدة أن يفتح الحصار عن تعز أن يتم إصلاح الملف الاقتصادي للبلد وأن يتم حل الأزمة السياسية في اليمن بشكل تام وقاد هذه المرة وأن يكون للسياسيين أيضا خطوة أولى نحو استقرار البلد ورغم تبادل الأطراف الاتهامات بشأن خرق الهدنة الحالية إلا إنها استمرت حتى موعد انتهائها ويعزو مراقبون نجاح استمرار الهدنة الحالية إلى إصرار المبعوث الأممي على إنجاحها ودعم المجتمع الدولي لجهود السلام الشارع اليمني بين متفائل ومتشائم في تحقيق مكاسب إنسانية وسياسية تقود نحو السلام بعد تمديد الهدنة هذا الانقسام أوجدته حسب ما يقول يمنيون نتائج هدنة الشهرين التي لم تخلق توازنا في المكاسب بين صنعاء وعدن مجد الدين شكري قناة الحرة تعيز هذا ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعلان الأمم المتحدة تمديد هدنة اليمن الحالية لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء مفعولها في البيت الأبيض أكد بايدن أن انهاء الحرب في اليمن كان وسيبقى أحد أولويات إدارته مشددا على أن الدبلوماسية الأمريكية لن تتوقف حتى يتم تحقيق تسوية السلام دائمة في اليمن أناقش هذا الملف مع ضيفي من القاهرة الكاتب والبحث السياسي اليمنية عبدالستار سيف ومعي من صنعاء دكتور أنيس الأصبحي الكاتب والبحث السياسي مرحبا بكم سيد عبدالستار سيف أريد أن أبدأ معك ضيفي من القاهرة يعني هناك كانت اتهامات بالهدنة السابقة بأن كل جهة تتهم الجهة الأخرى بحدوث خرق لهذه الهدنة والاهتفاقات التي جرت وفق البنود المنصوص عليها الآن بعد إقرار هدنة أخرى لشهرين هل هذا يعني بأن هناك اختراق حصل هل هناك تقارب لوجهة النظر بين الطرفين الصراع في اليمن بعد التحية لك ولمشاهدين الكرام هناك توازن ضعف بين الطرفين لا شك الحرب أنهكت الطرفين وصل كل طرف إلى قناعة كاملة أنه غير قادر على الحسم الحوثيون حاولون أن يذهبوا إلى مارب مرارا استنزفوا هناك الطرد من شبوة مؤخرا الشرعية أخفقت أيضا في وعودها بأنها ستذهب إلى صنعاء كل هذه الدلالات العسكرية وأوصل الجميع إلى أن نحن في مرحلات لا حرب ولا سلم كما أن الطرفين عاجزين تماما عن الذهاب إلى حل سياسي قريء ومصالحة وطنية شاملة ولذلك هم يذهبون إلى هذا الممكن وهذا الممكن هو عدم المصالح السياسية وعدم النصر العسكري هو الهدن طبيعة الهدن هي تعليق الحرب هي إعطاء متنفس قد يستفيد الكل بحاجة إلى متنفس الشرعية الآن لها قيادة جديدة تحاول أن تستفيد من الهدنة بترتيب أوراقها ترتيب وضع القيس شكلت لقنة أمنية الحوثيين أيضا استنزفوا في معارك كثيرة أخرقوا من القنوب تماما وقدوا أنفسهم أنهم بحاجة أيضا إلى مزيد من الوقت هذه الهدن كما أن لها فوائد إنسانية لا شك هي لا فوائد لطرفي الحرب بطريقة أخرى وأيضا لها الدعاءات للأمم المتحدة التي فشلت في كل شيء في اليمن أنها نقحت في هذا الباب باب الهدن لكنها في الحقيقة لم تنقع في المستوى الإنساني ولا في مستوى حسم الصراع بوسيلة سياسية وكل الملفات والمداولات السياسية سواء في مسقط أو حتى بين إيران والسعودية في العراق لا زالت ضبابية وفي بدايتها ولم ترى طريق نقاح أو أفق محدد يوصل إلى بدايات حل الملف اليمني بشكل نهائي دكتور أنيس الأصبحي بالنسبة لهذه الهدنة الجديدة بحسب قراءتك لما جرى قبل شهرين في الهدنة السابقة هل سيبقى السيناريو على ما هو عليه أم أن هناك بالفعل اختراق قد ربما يقرب وجهة النظر بين الأطراف والوصول كما قال ضيفي من القاهرة إلى حل سياسي جريء وليس اعتماد مبدأ الهدن بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك ولضيفة العزيز بعد نقاش طويل مع مبعوث الأمم المتحدة والوفد الوطني في عمان مع اللقنة العسكرية واللقنة الاقتصادية تم التوصل إلى تمديد الهدنة بعد تمديدها عندما انتهت اليوم لمدة شهرين لدواعي إنسانية على أن يتم استكمال ما لم يتم استكماله خلال الشهرين الماضيين والعبرة بمدى التزام الطرف الآخر بتلك التعاهدات اليوم نحن نكرس دعوات السلام في صنعها ودول تحالف العدوان هي تتحمل تلك المسؤولية من عملية العراقيل سواء في الخروقات العسكرية إضافة إلى زيادة المعاناة الإنسانية وأيضا عدم فتح المعابر والطرقات ولذلك كان تمديد الهدنة لفدرة قرديدة هو مرهون بمعالجة ما سبق من خلال تنفيذ كل كامل لالتزامات الفترة السابقة وبالتالي التعويب على تلك الملفات نعم دكتور أنيس لو سمحت لي الالتزامات السابقة في الهدنة السابقة مثل ما كانت هناك التزامات على المملكة العربية السعودية وكذلك الشرعية في اليمن كانت التزامات أيضا على الحوثيين يعني نتحدث مثلا عن الجانب الإنساني بإدخال شاحنات مساعدات إنسانية إلى الداخل فتح مطار صنعاء ولكن أيضا فض الحصار وكسر الحصار عن طاز أولا بالنسبة للمرة شهرين من الهدنة الإنسانية وظل مطار صنعاء مغلق تماما لم تتحرك إلا سبع رحلات من ما تم الاتفاق عليه خلال 16 رحلة ما زالت هناك عملية القرصنة وعدم دخول الوقود والدواء إلى ميناء الحديدة وبالتالي المعاناة التي اشتدت على الشعب اليمني بكامل سواء في المحافظات الشمالية أو القنوبية هي من دول تحالف العدوان التي تزيد من معاناة اليمنين وبالتالي على اليمنين أن يدركوا خطورة هذه المؤامرة على الشعب اليمني وإن هذه المعاناة ما تقوم بها إلا دول تحالف العدوان سواء فيما يخص أيضا الثروات النفطية والغازية التي تستحوذ عليها 70% وبالتالي هي عملت على تدمير الاقتصاد تتحدث دكتور أنيس قبل قليل بأنه ربما تكون هذه الهدنة فترة الشهرين هذه الجديدة قد يتم تحقيق ما لم يتم تحقيقه في الشهرين الماضيين اسمح لي أعود لضيفي في القاهرة سيد عبدالستار سيف لو أجرينا كشف حساب كما يقولون للشهرين الماضيين كم يمكن القول بأن الشهرين الماضيين قد تم تحقيق بعض على الأقل بعض النقاط التي جلس الخصمان وقال بأننا سنذهب إلى هذه الهدنة إذا ما تم تحقيق هذه النقاط يعني ضيفي قبل قليل يتحدث عن استمرار القرصنة سبع رحلات فقط من مطار صنعاء والحساب ما زال قائما في الحقيقة الجماعة الحوثية لم تفي بالتزاماتها في الهدنة السابقة وكان أبرزها فتح معبر تعز معابر تعز المعبر الشرقي نحو الحوبان معبر الغربي نحو الحديدة لا زالت تطبق وحتى هذه اللحظة منذ ثلاث ساعات كان هناك قناصة من ميليشيات الحوثية يضربون المنطقة الشرقية من تعز وأنا داخل الستوديو توفت امرأة وأصيب طفل كذلك في حيث يعني الميليشيات الحوثي تحاول أن تستفيد من الهدنة لترتيب ربما صفوفها ولتقميع بعض المقود الحربي عبر 110 مليار ريال يمني دخلت لم تدفع من خلالها اشتراط كان موجود عليها دفع رواتب الموظفين في جغرافيتها الموظفين لدى الحوثي الآن يعملون بالمقان رغم أنهم يقمعون القبايات في المناسبات الدينية وعلى التقار ورغم تدفق ليس هناك التزام ما يتعلق بالتحالف أوقف عملياته العربية في الطيران الشرعية سمحت بدخول السفن قد يكون هناك نقص السفن لكن لم تقدم القماعة أو الميليشيات الحوثية بندا واحدا في الهدنة لكن نحن نقول لا زال الوقت موجود نحاول كيمنيين ترميم القانب الإنساني على الأقل لأن هذه الحرب بالفعل أصبح وصلت إلى أفق أن ما تحرر في اليمن الآن حوالي 75% فقط هو القنوب وقزم انتعز وقزم مارب لا تزال الميليشيات تطبق على 25% من قغرافية الشمال هذه القغرافية مهما كانهم أيضا متضررين وهم أبنانا وإخواننا يتم العبث بهم يتم قبايتهم يتم عدم تسليم الرواتب وما دام الأمر في الهدنة سيصل إليهم بعض خيره من باب فتح مطار صنعاء أو تدفق شيء إنساني فالشرعية والشعب اليمني لا يمانع بتمديد الهدنة لكن لازم بحاجة إلى أن تكون الهدنة مشمولة لكل المعابر في تعز وفي غير تعز أيضا أن تفتع جميع المعابر اليمنية أن يكون هناك نوايا حقيقية على الأقل إذا كان هناك نوايا سيئة عسكريا ليترك الشعب اليمني إنسانيا يعني يتم العبور بسهولة يتم تدفق المعونة الإنسانية هذا لا يتم تكزيات الجغرافية من قبل الحوثي سواء في تعز وغير تعز ما زال أمرا يتعنتون هناك وقت في الأردن حاول أن يعطي خارط الطريق لفتح المعبر الشرقي أو الغربي رفضت الجماعة الحوثية وتريد أن تفتح معبرا جبليا ليس معبرا هو مجازا يسمى معبرا لا يمر فيه إلا الحيوانات لا يصلح للإنسان ولا يصلح للدفق البضائع إذن هناك مخاتلة من الميليشيات الحوثية لا شك لكن نحن في ورطة في اليمن نحاول أن نتدافع مع الميليشيات أن نعمل مع المجتمع الدولي بالممكن والممكن الآن في عدم القدرة من المجتمع الدولي ولا من المجتمع المحلي ولا من الشرعية والميليشيات الحوثية بالذهاب إلى وفاق وسلام الممكن هو هذه الهدى ومحاولة تقريب الطاق الاعتماد على هذه الهدى على الأقل يعني وقف إطلاق النار بين أجل ربما قد يطول سنة وستين وأكثر وأيضا المتنفس الذي استمعنا إليه من بعض اليمنين في التقرير السابق الذين قالوا نحن ربما بحاجة إلى متنفس رغم أن هناك الكثير الحقيقة من الشكوى بعدم الاستفادة حتى من الشهرين الماضيين دكتور أنيس الأصبحي الآن أكثر الحديث عن مسألة الحصارة الذي تطبيقه جماعة الحوثيين على تعز دخول المساعدات هذا الحديث ليس فقط للشرعية وإنما حتى لمنظمات حقوقية ودولية تتحدث عن انتهاكات كبيرة بهذا الخصوص متى يقوم الحوثيون بالاستجابة لبنود الاتفاق يعني ما الذي ينتظره من الشرعية ماذا تنتظرون من الشرعية أن تقوم به حتى على الأقل ترفعون الحصار عن تعز مثلا موضوع فتح الطرقات تم توظيفه أولا في سياق تبرير حصار العدوان على الموانئ والمطارات والتغطية عليه هذا أولا ثانيا السلطات صنعاء أكدت مرارا بأن لديها إذا لم يتم فتح الطرقات من قبل الطرف الآخر ونحن نتمنى من الطرف الآخر أن يقوم هو بالمبادرة بعملية فتح الطرقات لإحراج مثلا سلطات صنعاء إذا كان هو لديه ما يقول المعاناة ضد أبناء تعز لكن هذا الملف تم توظيفه اليوم سلطات صنعاء هي تقدم تلك المبادرات وهناك عدة طرق هي بادرت بعملية فتح الطرق لتقدير لمعاناة الناس اليوم يقول هذه الطرق ضيفة يريدون من هذه المشكلة للاستخدام الحيواني يزيد من عملية الصراع بالعكس 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 هناك عدة طرق مسفلتة ويمكن الدخول إليها بأقل من ربع ساعة لكن الطرف الآخر أمعنا في عدم فتح تلك الطرقات مرارا وبالتالي نحن نحمل دول تحالف العدوان وأيضا المرتزقتهم بعدم فتح الطرقات وازدياد معاناة الأبناء تعز من عدم فتح تلك الطرقات ميناء المخى بالتالي هو يعتبر منفذ حقيقي ولكن هو محاصر من قبل تحالف العدوان إذا كان هناك حصار بعدم الأدوية أو الأغذية إذن السلطات صنعاء هي المحاصرة شكرا جزيلا على هذه المشاركة لضيفي من القاهرة الكاتب والبحث السياسي عبدالستار سيف وأيضا أشكر من صنعاء دكتور أنيس الأصبحي الكاتب والبحث السياسي شكرا لكم ما شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم